بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية في أول مارس الجاري ولمدة أسبوعين في تنفيذ المرحلة الثانية من تنفيذ بطاقات التموين ورفع الدعم نهائيا بدءا من أبريل المقبل عن من تعتبرهم الوزارة غير مستحقين وفقا لمحددات أعلنتها الوزارة مؤخرا وذلك في إطار توصيل الدعم للفئات الأكثر احتياجا تفاصيل هذه المرحلة نتعرف عليها مع الدكتور عمر مدكور مستشار وزير التموين للتكنولوجيا ونظم المعلومات أهلا وسهلا بحضرتك بداية دكتور ما النتائج التي أصفرت عنها المرحلة الأولى من تنقية بطاقات التموين في البداية احنا أسمنا زي ما حدك عارفها المرحلة التنقية أو الموضوع كله إلى مرحلتين المرحلة الأولى هي المرحلة اللي بدأت من 1-1-2018 حتى 7-11-2018 وبدأت تطبيقها اعتبارا من 1-1-2019 المرحلة دي بنسميها مرحلة التنقية والمرحلة دي كان يسبقها وجود استقلالية للشركات المتعاونة مع وزارة التموين بقواعد البيانات بالكامل وكان هناك نوع من أنواع العشوائية في إصدار خلينا نقولها إنجاز التعبير في إصدار البطاقات التموين لما تم ضم قواعد البيانات إلى قاعدة واحدة وبدأ توضع تحت المجهر اتضح مدى العوار ومدى العشوائية التي قلتها في البداية على هذه القواعد يعني على سبيل المثال بنلاقي فرض ليه خمس أو ست بطاقات متكرارين في كذا محافظة بنلاقي أفراد موجودين على بطاقات كانت تتعدى 100 أو 144 تحديدا دي كانت المرحلة الأولى التنقية يبقى دي نتائج المرحلة أنها تنقض فيما موضة كانت 79 مليون من هم تحت طاولة مستفيدين تحت الدعم حاليا بعد التنقية أصبحوا فيه في حدود لـ 72-73 مليون مستفيد تحت التغطية المرحلة الأولى كانت بتتضمن رفع الدعم عن من يستهلك 1000 كيلو وات شهريا تمام دي المرحلة الأولى من استحقاقها بالضبط في الثانية أكتر من 650 كيلو وات شهريا حددتك مبتراش أن هذه الفئة بتحتاج لدعم خاصة مع رفع الوقود والكهرباء رفع الدعم والوقود عن الكهرباء خليني أوضح لحددتك الموضوع ناخد الأول الفئة الأولانية نتكلم عنها وبعدين نخش على الفئة التانية المستهدف عادة من هذا الموضوع حتى احنا بنسمي هذا الموضوع الاستحقاق أنا عندي ويندو أو عندي قيمة معينة من الدعم اللي بتصل لحوالي تقريبا 86 مليار مخصصين لدعم الخبز ودعم السلعة التموناية عندي ما بنسميه الأولى بالرعاية الأولى بالرعاية هم هالينة تحت خط الفقر فنعايز أحرك الويندو دي كده شوي يعني خلي 76 مليار زمهية وانزل بها للأولى بالرعاية فبالتالي حيطلع منها لو احنا مرتبينها من الغاني إلى الفقير حيطلع منها الأغنياء فبدأنا بأول مرحلة ما هو طبيعي فندم اللي بيتلقى دعم لازم يكونش من الأغنية أكيد من الطبقات المتوسطة أو الأكثر احتياجا ده الطبيعي ده المفروض يبقى موجود في أي حتى في الدنيا اللي جال موجود في القواعد البيانات لا أنا بلاقي مثلا يعني احنا نيجي للشاحة الأولينية عشان توضح أكتر لما لاقي ناس بتستهلك كهرباء أكتر من ألف كيلو واط يعني بيدفع في الشهر الكهرباء ألف وخمسمائة جنيه حد أدنى ده شهريا لما لاقي ناس مثلا عندها عربية ده مع ارتفاع قيمة الكهرباء أنا مع حضرتك احنا قلنا إيه أنا عايز مين الأولى بالرعاية أما المطلوب رعايته خلي شوية تمام ده ولي مش مطلوب رعايته خالص ده موضوع تاني فأنا بنزل بالويندو أشوف الأغنياء وانزل بيهم هل حضرتك لو محتاجة لو بتقدار تدفعي مية وخمسة آلف وخمسمائة جنيه في فطولة كهرباء يعني شقة تستهلك كهرباء بهذا الكم كمية التكييفات الموجودة فيها قدقين مش أقل من اتنين إلى تانا تكييف نستهلك هذا الكلام طب عليش اسمح لي دكتور تم حسابها إزاي لأنه أكيد استهلاك مثلا الفرد في الصيف غير استهلاكه في الشتاء كلام منطقي الاستهلاك الشهري طب هل خدتوها إزاي متوسط 12 شهر يعني احنا جينا أخدنا متوسط 2018 بالكامل جمعنا الاستهلاك بالكامل سمناهم على 12 فبيطلع الاستهلاك المتوسط الشهر طب ما هو ده معناه أنه قاعدة بيانات كبيرة جدا أنت عملت حصر 79 مليون هنقول 72 مليون مواطن هل استعنتوا بقى بشركات الكهرباء بشركات المحمول زي ما هنيجي تباعا طيب هقول لحضرتك خليني أقول أن وزارة التموين هي المنوطة والمسؤولة عن قاعدة بيانات وزارة التموين وزارة الكهرباء هي المنوطة والمسؤولة عن الكهرباء وهكذا السنتر بتاع قواعد البيانات دي كلها هي قواعد البيانات المجمعة الموجودة في هيئة الرقابة الإدارية بتشرف عليها عشان تحقق لي حاجتين عكسة بعض الحاجة الأولينية هي سرية المعلومات والبيانات الخاصة بالسادة المواطنين حدش عرف عنه حاجة النقطة الثانية هي الإتاحة اللي هي بنسميها جي تو جي أن أنا أقدر أسأل هذه القاعدة مجموعة من الأسئلة وترد عليها وهتحفظ سرية البيانات للمواطن طب هي زي حفظاتها يا فاند ما وزارة التموين بقيت عرفها عرفة إيه؟ أنا عارف أن استهلاك حضرتك فهو الألف كيلوواط فقط لغير يعني ده بس المعلومة الوحيدة اللي خدتوها من هيئة الرقابة الإدارية؟ نحن طلبنا من هيئة الرقابة الإدارية من خلال معالي وزارة التموين وبالتنصيق مع لجنة العدالة الاجتماعية وضعت الضوابط وبدأنا بالأكثر غنى اللي احنا اتكلمنا عنهم إنه هو خليني يقولهم بسرعة اللي هو المرحلة الأولى ألف كيلوواط أبناء أبناء في المدارس المرحلة الأولى أبناء في المدارس يتعدى مصارفهم 30 ألف جنيه أو يزيد استهلاك فطولة كهرباء أسف تلفون محمول يزيد عن ألف جنيه شهريا ثم امتلاك لسيارات الفريهة وهنا بنقصد بالسيارات الفريهة العربيات اللي بتعدي تمانها 2 مليون زي المرسيد السوجاج تبدي كانت المرحلة الأولى بس المرحلة الثانية فاندم استهلاك المحمول أكتر من 800 جنيه بالضبط أيضا الموظفين الوظائف الإدارية العليا ودي كلمة مطاطة تقصد بيها إيه الوظائف الإدارية العليا الوظائف الإدارية العليا في المرحلة الأولى هي وكيل وزارة وطلع ما بين كل مصلحة حكومية والتانية بس بيكون يعني في هذه الدرجة بيكون مش مستحق الدعم طبعا من نوع أنا بتكلم في الخدمة لا يزال في الخدمة ما يطلعش معاش برضو يعني ناخد منظور آخر منظور يعني نبص للكوباية من مجهتي النظر المليان والفاضي آه أنا حاليا بشيل استبعاد لكن إيه المقابل ليه آه إيه المقابل المقابل ليه زي ما قلتها كان أنا بنزل بمعنى أنا عندي حوالي خمسة لستة مليون طفل المفروض أني أضفهم الأسر اللي حضيف المواليد دي دخلها بأكلم في ألفين جنيه في الشهر فاللي بيدفع ألف وخمسمائة فطورة كهرباء فقط أديله الدعم ولا أديله اللي أقل من ألفين جنيه لأ حضرتك المعايير مش بس على دفع الفواتير حضرتك عندك أكتر من مهم كلهم طريبا نفس الشريحة طب خلينا ناخد واحدة واحدة اللي مثلا المحمول أكتر من 800 جنيه مش وارد أن يكون أولانية خلينا نكلم في مرحلة مرحلة لا المرحلة الأولانية خلو سحياتي في مرحلة تاية المرحلة 800 جنيه شهريا مش وارد يكون بيعمل ومحتاج 800 جنيه دول في العمل أم بيدفع الفاتورة دي نتيجة العمل عظيم هناك فرق ما بين التليفون باسمي وهذا التليفون شخصي وفيه فرق ما بين ده تليفون عمل اللي بتفحها الشركة التليفون باسمي مين الشركة خليني أقول حاجة الموضوع ده حيبقى ليه جوانب إيجابية كثيرة اللي احنا بنعمله مش بس تخفيض الدعم ولكن هو امتلاق قعدة بيانات سليمة يعني لو أنا معايا أربع خمس تليفونات باسمي لأ طب ليه أنا خلي التليفون اللي أنا بستخدمه هو اللي باسمي واللي باسمي ابني باسمي ابني واللي باسم المدام باسم المدام طب يا فندم إنكو تبقوا عندكو بيانات إن كل شخص بيستخدم كام في التليفون هل ده تم الاستعانة بشركات محمولة شركات محمولة هي من طلعت بيانات المواطنين وقالت إن كل ده مش طلعت أو أخراجت بيانات المواطنين لا يوجد أي إخراج لأي بيان مواطن زي ما قلت رحضتك مزارة التموين لم تطلع على أي شيء ولكن كل اللي احنا طلبناه أرقام قومية للاستهلاكهم في معدلات استهلاك تليفون محمول فوق 800 جنيه التليفون ده خطه إيه اسمه إيه كينونته إيه الاستهلاك قد إيه بالزبط بيكلم مين كل ده أنا ما عرفوش أنا كل اللي عرفو إن حضرتك بتستهلك التليفون في الشهر فوق تليفون 800 جنيه يبقى إذن لا تستحق تموين فقط لغير وهنا خصوصية كاملة أنا ما طلعتش على أي حاجة من بيانات حضرتك كالوزارة أو كدولة حد الشاف حاجة خالص مجموعة من البرامج اللي بتخش بتنده قويري هاتلي كل من هو استهلاك في التليفون بتاعه فوق 800 باخده أعمل له مقارنة مع قواعد بيانات التموين عدد كبير منهم بيطلع أنه هو ملوش بطاعة التموين أصلا وده خلاص فيش مشكلة اللي بيظهر له بطاعة التموين ده اللي أنا بحطه على القاعدة بتاعتي طب في حالة زي دين مفترض أنه بتلجأوا المجلس النواب للموافقة على على إيه على أنه يعني تتدخلوا في بيانات المواطنين سواء المرتبات سواء التقدام الهاتف المحمول حتى شراء السيارات أنت كمان من ضمن الشروط أنه من يمتلك سيارة 2014 موديل 2014 وطالع وطالع كلها دي بيانات شخصية جدا هنا فين السرية اللي فيها لما اطلع على بيانات الموبايل أنا ما اطلعتش على حاجة خالص أنا كل أنا بقول ودي حاجة يعني دي حاجة عالمية أنا بقول كل من يخش في هذه الشريحة بدون ما خش في تفاصيلها يعني ما قلتش أن عربية حضرتك ماركتها إيه كمسي سي لا ده أنا بقول تمتلك آ أو لا فهناك لا لا يوجد تنبيه طارق تحديدا 2014 هنا يا فندم دي لجنة مشكلة ولجنة عدالة اجتماعية بدأت تحسب كل الكلام ده يعني حقول لحضرتك توقع شخصي يعني أن الموديل العربية في الموديل 2014 حتى لو مستعملة هتعمل كم 150 ألف جنيه فشخص استطيع أنه لا في عربية 2014 كتعملة 60 و 70 قبل التعوين أنا فن بتكلم دلوقتي أنا ما هحسبهاش قبل التعوين أنا بحسبها النهاردة بس حزاك لازم برضو تراعي دوت لأن المواطنين كلهم تحت آآ آآ وضع صدي صعب بعد 2016 شريحة كبيرة تأثرت لا الشريحة اللي هتتأثر دي هي شريحة قادرة على التلاؤم أما الشريحة يعني حضرتك تخيالي أن أنا من واحد واحد 2018 إلى الآن عندي تقريبا مليون مواطن دخل تحت المظلة عارف الحد الأقصى للمليون ده كان كام مية وخمسين ألف ألف وخمسمائة جنيه دخلوا في الشهر أو تمنمائة جنيه لو هو من الأسر اللي هم مش موظف يعني أو ألف وماتين جنيه لو كان معاش أو المرأة المعيلة أو المطلقة أو الأرامل أو الزوجة من أولى بالرعاية اللي عنده عربية من دول 2014 ولا دول طب إيه إجراءات التظلم؟ إجراءات التظلم المرحلة الأولى كانت من خلال المكاتب وتم التظلم وعايز أقول لحداتك أن نسبة قبول التظلمات كانت ثلاثة في المية يعني نسبة الدقة كانت سبعة وتسعين في المية في المرحلة التانية معالي الوزير أدى فترة سماح مش هنشيل حد خالص على فكرة برضو المرحلة أقولها حزفت فقط سلعة تنمونية أما الخبز مستمر مرحلة التانية سيتم أو تم إعلان أو إعلام السادة المواطنين اللي سيتم حسفهم تبقى للمعايير بدون حسفهم الفعلي وسيتم الحزف واحد أربعة بعد الانتهاء من فحص جميع التظلمات يعني اللي حيتفحص هو من لم يتقدم بأي تظلم أو من تقدم بتظلم وقد رفض أما من قبل تظلمه فمش هيحصل له أي تأثير فإحنا لغاية النهاردة ما حزفناش حد في المرحلة التانية طيب التظلمات اللي وجدت موجودة مش أين وجدت التظلمات موجودة على موقع إدارة دعم مصر اللي هو تموين دوت كوم دوت إي جي بيخش المواطن اللي تظهر له على البون أنا مديله أكتر من تحذير اللي هو البون العيش البون الخبز وبون التموين بيخش المواطن بيفتح صفحة إدارة دعم مصر على التاب بتاعت التظلمات بيكتب رقم القوم بتاعه أو رب الأسرة بيكتب رقم البطاقة التموين طب ليه فعندما كتب التموين ما بتتلقاش هي طلبات الشكاة حاولي حاملتك إحنا مفرغين نكتب التموين في الوقت الحالي لتظلمات تعديل البيانات وإصدار البطاقات الجديدة وما إلى ذلك لأن أنا مش طالب من المواطن في هذه التوقيت تقديم أي مستندات خالص أنا مش بطالب أن هو يجيب مستند والدهولي وهو عندي أصلا كل اللي أنا بقول إن حضرتك تخش تكتب البيانات بتاعتك وتديني رقم تليفونك وتخش عندي تكتب التظلم اللي أنت عايزه وأنا هتم فحصه بمنطهة الدقة يعني تقريباً هم مستخدمين الانترنت 42 مليون بحسب الأرقام الصدرة في الموقع الإخبارية أو بحسب البيانات ف42 مليون قصاد إنه 79 أو 72 مليون هم من تحت منظومة الدعم فهل حضرتك تتوقع أن كلهم عندهم إنترنت يقدروا يدخلوا على الموقع ليه لمكاتب التومين تقفلت؟ ليه؟ الفئة اللي أنا مستهدفها يعني هل حضرتك عندك عربية موديل 2014 وما بتخشيش عن نت؟ أنا بتكلم هنا مش فارضة أنا بتكلم أسرة طيب هل حضرتك بتستخدمي فاتورة التليفون فوق 800 جنيه بتستخدميها في إيه؟ كلمات؟ فإذن عندي هنا في الحالة دي يعني أنتو عم يحاصر بعدد ناس معين بعدد أفراد معينين أنا مستهدف ناس معينة شريحة معينة قد إيه حضرتك ممكن تقولها؟ يعني أنا مش متذكر رقم بس هو بمئة الألفات دول المتوقع أنه هم يقع عليهم الاستبعاد إلا من تظلم وقبل تظلم طب هل هناك مرحلة تانية للتنقية؟ من المتوقع أنه هتكون فيه أكتر من مرحلة الملامح هتكون إيه؟ هتكون يعني هتخش فيها يعني على معايير أكتر من كده؟ زي ما معايير المزير كان صرح في المؤتمر هيخش فيها معايير أكتر من كده من ضمنها امتلاك الأفدنة هنخش فوق العشر الأفدنة هتبدأ تخش فيها بعض المعايير الأخرى كلها بتتحسب تبقى لخطة لجنة العدالة الاجتماعية دكتور عمر مدكور أشكرك شكرا جزيلا وجودك معايير تبقى لخطة لشكل لحظيح